لروح والد الحبيب الذي كرس حياته من أجل فلسطين قضية وقدسا وطنا وعهدا قلما وفكرا روحا وفداء اشتركوا في القناة المجدل ما قبل العام 48 حدث عن والدي فؤاد عبا سنيرة فأقول أنه ولد في المجدل عام 1924 ملتل هذه مدينة بين غزة ويافة مدينة ساحلية وقديمة من عهد الكنعامين ومشهورة بأنها مدينة صناعية تماما مثل المحلة الكبرى في مصر يذكر العميد صالح الشرع في كتابه مذكرات جندي وصول عائلة تنيرة وعميدها أنا ذاك إبراهيم عباس موسيقى ولده هو إبراهيم عباس شميرة من جهاء المجدل وكبار أعيانها وتجارها ووالدته سيدة أسماء سريم الحوت عامها كان موفد بيروت الشيخ محمد العلامة الشيخ محمد الحوت ووالدي ارتحق بالمدرسة المدرسة الابتدائية ثم انتقل إلى يافة عند بيت جده من أهل الحوت وارتحق بمدرسة رشيدية ثم بالكلية العربية بالقدس وحصل منها على دولوم المعلمين الأعلى موسيقى في عام 1945 تزواج فؤاد عباس من فلك أحمد أبو ضبة ابنة الحاج أحمد أبو ضبة الذي استشهد في حرب عام 1967 عام 1967 عمل مدرسا في مدرسة المجدل الابتدائية إلى أن حلت نكبة عام 1948 تصيب فؤاد عباس بجرح في فخذه إثر غارة جوية للعدو وذلك عندما كان يوزع التموين على الأهالي وبسبب الجرح اضطر للهجرة إلى مصر مع أفراد الأسرة ليتم علاجه فيها حيث ظلوا لاجئين ساعة الأسرة بعد النكبة بعد حل 48 إلى القارة وسكننا في بادئ الأمر يعني في أقربنا في أبو قدير أبو ضبة الشرقية ثم انتقلنا إلى شبرة وفتح جبني وفتح المحل التجاري للأطنس يعني هذا القار بتاع تقريبا للعيلة التحق فؤاد عباس بمهنة التدريس في المملكة العربية السعودية في الفترة من العام 1956 إلى العام 1965 فعمل أولا في الظفير ثم في رابق ثم في جدة مارس الكتاب الصحفية بالفعل عندما كان أحد محرر الأدب في صحيفة البلاد أثناء عمله في التدريس في فترة الخمسينات وبداية الستينات الميلادية وكان آخر مدرسة عمل فيها الثغر الثانوي عمل فيها كمدرس أول للغة العربية صوت فلسطين صوت الثورة الفلسطينية 1965 كانت نقطة تحول في مسيرة الوائل الدين المغربية عندما كان من أحد مؤسسي زاعد صوت فلسطين صوت فلسطين تحرير الفلسطينية من القاهرة وكان مدير قسم المعلومات وعلاقات العالم وكانه العديد من المرانس أشهرها خاطرة الصباح وعند ربهم يرزقه يعني كان عنده إنتاج وفير في هذه الأسنان وكان هو الحقيقة يعني يقوم بتثقيف المقاتلين الفلسطينيين قبل أن انخرطوا في العمل الفدائي وكان المقرهد في القاهرة واحتضنت القاهرة في ذلك الوقت العديد من قيدات فتحة يعني قبل قبل عردن وقبل سوريا وقبل مبانا منهم أبو الهول وأبو لطف ومنهم كمان دكتور أحمى صدق الدجالي منهم من الكثير من القيادات اللي كانت معروفة في ذلك الوقت اللي كانوا مقيمين في القاهرة وكانت تربط الوالد بهم صدقات عميقة تدام أستاذ فؤاد إبراهيم عباس قام مديدة قام عربية فلسطينية وسيبقى في أعلى مقامات الذاكرة الفلسطينية بكتاباته الخالدة الموسوعي المرجع في الحكايات الشعبية الفلسطينية ذات المزيج ما بين الإنسان والأرض والتاريخ والهوية العربية الفلسطينية صاحب موسوعة القدس العمل الفريد المميز صاحب المكتبة العامرة في بيته التي يوجد بها من المراجع الغير متوفرة في أماكن أخرى الأستاذ فؤاد إبراهيم عباس نذكرك ونتذكرك بنشاطك وحيويتك الفكرية أنت الباحث المفكر وأنت تشكل فصلا من فصول الحكاية الفلسطينية وأنت تحمل نكبة الوطن فلسطين الجرح الغائر في القلب والوجدان لكنك كنت تحمل الأمل بالعودة للوطن فلسطين أستاذنا الفاضل الشرفاء يذكرون بسيرتهم وعطائهم المتميز والمميز عنوان للحياة سيرة ومسيرة معطرة بأريج برتقال هافا وسيرتكم أبا عن جد عن حفيد ها هو نجلكم الأخ والصديق دكتور إبراهيم يحمل رسالتكم نموذجيتكم يحمل الأمانة أمانة الوطن والقيم بكل وجدانه علما وقلما وكتابا مواصلا ومتواصلا مع مسيرتكم العلمية والأدبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حصل على دبلومة الدراسات الإسلامية العليف بعدها بدأ عباس بالإنخراط أكثر في كتاباته حيث أظهر اهتماما خاصا بتأريخ وتأصيل التراث الشعبي الفلسطيني ذلك وقد صدرت له العديد من المؤلفات منها مدخل إلى الفولكلور الفلسطيني العادات والتقاليد في الموروث الشعبي الفلسطيني معجم الأمثال الشعبية الفلسطينية بالاشتراك مع أحمد عمر شهيد الموروث الشعبي الفلسطيني في ثورة عام 1936 إلى عام 1939 فنون القول في الموروث الشعبي الفلسطيني موسوعة بيت المقدس وصدر منها تسعة أجزاء بسم الله الرحمن الرحيم لعله من ناثلة القول أن أنوه بما كانت أحد رموز الفكر والثقافة العربية وهو عمي الأستاذ الفاضي الفؤاد إبراهيم عباس رحمه الله فقد كان علامة بارزة ومميزة ونموذجا مشرفا ليس على صعيد شعبه الفلسطيني فحسب بل على الصعيد العربي كله حيث قدم أعمالا مهمة تترجم المعاني الدقيقة للإنسان المفكر المثقف المناضل كما كان له أدواره المجتمعية والسياسية والنضالية التي تؤكد على مكانته في خارطة الفكر العربي والثقافة العربية العميقة الأستاذ فؤاد عباس أبو إبراهيم كان نموذجا للوطني المخلص والمناضل الحق بالكلمة الصادقة والأمينة التي كان يؤكد من خلالها دوما على صدق انتمائه وولائه لقضيته الفلسطينية وشعبه الفلسطيني المناضل العريق ولعل موسوعته بيت المقدس التي قدم من خلالها أو منها للقارئ العربي بل العالمي تسعة أجزاء ولم يسعفه القدر في إكمالها أن تكون نموذجا فريدا لقراءة تأصيل تاريخي وإنساني حقيقي لبيت المقدس في أسناء وجود والد في السعودية كان يكتب في صحيفة البلاد معظم كتباته كانت عن فلسطين ولا ورس منه ذلك الشيء وتو أجزاء لكله في موسوعة بيت المقدس من تسعة أجزاء يعني اللي هي كرس لها 15 عام الأخيرة من حياة الحافلة بالعطاء ساهم فؤاد عباس في تسليط الضوء على تاريخ عمل المرأة الفلسطينية في الحقل السياسي وذلك في المراحل النضال الفلسطيني المختلفة كما قدم شهادة معاصرة عن مشاهمة المرأة السياسية والنقابي كما أشاد فؤاد عباس الذي اختير رئيسا للإتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين في مصر حول عمل المرأة الفلسطينية في الستينات للقرن الماضي قال عنها الدكتور محمد يوسف نجم ذات مرة أنهم كانوا عندما يحتاجون إلى كتاب ما ولا يعثرون عليه فإنهم كانوا يلجأون إلى مكتبة فؤاد عباس كان بيته في مصر مقصدا للعديد من طلبة وطالبات الماستر والدكتورة يأتون طلبا للمساعدة في بحوثهم حول القضية الفلسطينية خاصة في مجال التراث الشعبي في ظل وجود مكتبة عامرة بأندر الكتب والمؤلفات فكان الدكتور محمد يوسف نجم يدور على أي كتاب فما يلاقيه إلا في مكتبة الوالد كذلك الباحثين في القاهرة كانوا يلجأون إلى الوالد في أي كتاب لا يجدون في السوق أمي الله يرحمها فلك أحمد أبو ضبا بنت الحج أحمد أبو ضبا اللي استشد في حالة سبعة وستين وأنجبت له إبراهيم أنا دكتور سيطالي في فدوة كبرى أخواتي هي طبعا دكتورة فدوة أديبة وكاتبة معروفة وروائية معروفة في أمال أختي أمال الأستاذة معلمة ثم أختي الدكتورة عيدا الأرحمة كانت أستاذة جامعية ثم الدكتورة نجوة في المختبرات وأخي أحمد ماجستير في الهندسة ثم أخي عبد الناصر رجل أعمار طبعا الوالد الله يرحمه غرص فيها وفي أخواتي جميعا محبة فلسطين والكوس والإخلاص والقضية والدفاع عنها في ما أمكن كتابة وشعرا وبحثا ودراسة ومن المنابل وهذا كانت فلسطين تسري في عروقنا وما زالت وأحنا نورد ذلك لأبناء أنا حتى الآن فؤاد عباس علمنا حب الوطن وحب العلم من ذلك هتكلم عن تأثير فؤاد عباس علينا كأسرة فؤاد عباس من ناحية العلم والاهتمام الشديد جدا بالعلم وحب أشياء اللي أنا أذكرها أنه كنت أشتكي من اللغة العربية وصعوبة اللغة العربية في يمكن الصف الثالث الابتدائي فوالدتي الله يرحمها قالت لأبوي بصير أنك تكون أستاذ لغة العربية ويكون ابنك بشتكي من اللغة العربية فأذكر أنه الوالد رحمه الله جلس معي مرتين مرتين وأفهمني أو درسني ناحو وصرف وشعر المرتين كانوا طويلتين يعني لفترة زمنية طويلة يمكن كل مرة ثلاثة أو أربع ساعات هو كان تعليم للغة العربية ولكن في الحقيقة أكثر منه تعليم في اللغة العربية هو تحبيب في اللغة العربية أعلمني كيف أحب اللغة العربية وأبحث بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المهندس محمد إبراهيم فؤاد عباس حفيد المغفور له بإذن الله جدي الأستاذ فؤاد عباس رحمة الله إليه أذكر عندما كنت طفلا وعندما كنا المزول القاهرة الجميلة كان جدي رحمة الله إليه يعشق الطبيعة ويعشق الزراعة والخضار المنزل في مصر الجديدة كان محاط بالأشجار وبالخضار وكان فيه جانب روحاني جميل جدا حقيقة يعني عندما تجلس مع جدي رحمة الله إليه الجانب الإنساني والجانب الروحاني يتجلى في ابتسامته وفي ضحكه معنا إحنا كأطفال وكان حنون جدا كان أيضا جلساته لا تخلو من المعلومات الثقافية بالذات فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والقدس الشريف اللي إحنا بإذن الله عائدون له قريبا وثقافته مميزة جدا وعطينا دائما كان معلومات تاريخية كان يهتم بالرياضة وأذكر أول مرة شفت فيها أوزان أو معدات رياضية كان في منزل جدي رحمة الله عليه وتأثرت جدا بهذا الجانب الرياضي وكانت بداياتي في هذا المنزل في القاهرة اللي أنا كنت أحبا فيه هي عصاية رائعة والتاريخية هذه كان على طول يحب أن يقرعها على الأرض ويدعي مثلا يقول لك يا سيدو الله يرضى عليك من الأرض للسمى من السمى للأرض ويقرع عليها سواء على الأرض أو على الطاولة بإيقاع جميل جدا 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 كنا منطربين ومستمتعين بالإيقاع مرة تانية بيكون هو في عالم آخر سيدي الله يرحمك الرائع كان رائع كان عبقري كان ممتع ومبدع سواء كان يقصد هذا الشيء أو عن غير قصد لما بينطلق في خياله وما أحلى هذه اللحظات اللي كان فيها بينطلق فيها بخياله الله يرحمك يا سيدو من الآلام التي ألمت بفؤاد عباس قبل رحيله بأشهر أنه لم يجد من يهتم بطباعة موسوعة بيت المقدس بشكل يضمن لها قراءة وتوزيعا لائقا بمكانتها ومكانة القدس فؤاد عباس صوت صدح في أثير إذاعة صوت فلسطين ترأس اتحاد الكتاب والصحافيين الفلسطينيين في مصر نثر وقته وعمره في تأريخ التراث الشعبي الفلسطيني رحل إلى السماء في فجر الثامن والعشرون من آذار مارس للعام 2010 في العاصمة المصرية تاركا إرثا كبيرا من المؤلفات والمقالات في تاريخ القضية الفلسطينية رحم الله والدي وأدخل فسيح جنات إن شاء الله وماشه الله وصدقين وأقول لروح الطاهرة فلسطين لن تنساك وكل شرفاءها لن ينسوك يا والدي السلام عليكم موطني 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 الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهنى والراجاة في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالماً منعماً وغانماً كرماً سالماً منعماً وغانماً مكرماً هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه وأن يستقل أو يبيد أو يبيد نصطقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة لا نريد لا نريد لا نريد لا نريد لا نريد لا نريد موطني 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 لا نريد موطني 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 ورغم موطني لا نريد لا نريد عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هلاك في أولاك قهيرا عيدا موطني موطني